مرحبا يا ربما كيف تكون ؟ اليوم ارشاد لكم في الفيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن لعبة بككستي اليوم سوف نرى الحيوان الجديد الذي نزل بلاعبة بككستي و سوف أعجيكم كيف تحصلوا عليه و كيف تحصلوا على واحد يركب هذا الحيوان نصفه نستطيع أن نركب عليه و كثير شغلات يتغير مئة في المئة و كثير الأشياء سوف نتحدث عن هذا الحيوان كثير و في هذا الفيديو سوف نرى الكثير معلومات سوف تحتاجونه لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة و كما نضعوا على الفيديو و لكن هيا يا جماعة دعونا نبدأ أول شيء سوف نرى هذا الحيوان الجديد الذي نزل موجود به الباقي وهي اسمه Special Space Content و فيكم فكرة تدخلوا كماما التطبيق على الأشياء الجديدة ال what's new و هون سوف نرى قاعدين يتحدث عنه مكتوب عليه blob the alien So blob So blob هو الاسم تباع فضائي جديد اللي هو موجودهم به هاي الصورة لون شكله أقصد شكل يا الله لونه أزرع وهذا هو شكله الكلام بيروحمهم صراحة شكله cute بس مرعب بالنفس الوات بس كمان cute و أصلا يعني هذا فضائي سوف يكون مرعب كده بس anyway طبعا يا جماعة مكتوب هون This pet comes from another galaxy but cuteness is universal يعني هذا الحيوان اجه من عالم ثاني بس لكيات تبعه عالمية و مدري شو يعني اشي اكثر من العالمية يعني مو بس يعني universal فاهمين على يعني عالمية مو بس عالمية اكثر كوكبي لا لا طبعا هذا هو يا جماعة اسمه بلوب الفضائي بلوب و هذا التمن تبعه طبعا 90 جوهره طبعا لازم تشتروا منه ثلاثة لو بتكون تحصلوا على واحد يركب و خلينا نوجيكم كيف تعرفوا أي حيوان كاملة يجب تشتروا بالنوع عشان تحصلوا على واحد يركب خلي شوح لكم طبعا جماعة هذا مثلا مرسوم هون جنبوا هذه الرسمة هذه الرسمة تكون جنب كل الحيوانات لديك حيوانات و بعد ان تكون لديهم ها يا رسمة لديك حيوانات تكون لديهم رسمة كثيرا استنوا شايفين الفرق يوجد فيديهم هادي و يوجد فيديهم هادي لكن لاحظوا منيحة تشوفوا الفرق فهذه الجماعة بيكون فيه كأنه نقطة و إشهي كثيرا امم هذا مختلف على هذا فاللي بيكون بس هيك بيلزمكن عشان تشتروا بس واحد وتكبروه تكبروه يعني الحيوان لين ما يصبح عمره خمس سنوات مو سنوات يعني بصر عمره خمسة تمام حيوانات اللي فيهم هاي العلامة خلص عشان تحتوها على رايدابل بت على حيوان يركب او حيوان تقدروا تركبوا عليه لازم كون بس حيوان واحد وتكبروه تعطلوه بي لما يصبح عمره خمسة او يوصل للمرحلة الخامسة بعدين خلص يعني مباشرة ريح تقدروا تركبوا عليه اما اللي عندهم هذي العلامة هاي لازم تشتروا ثلاثة من هذ الحيوان وتكبروا كل واحد لوحده هذول ثلاثة كلهم يكون عمرهم خمسة 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 كلهم المستهد تبعهم خمسة بعدين قايز تروحوا تدمجوهم ثلاثة هن فايب شوفوا كعز الأثماني تبعوه دل الحيوانات كتير غالي يمتلكوا هذا بميتين جوهر وعملين عليه تخفيض هذا مية وتمانين جوهر وعملين على تخفيض هذا قايز جديد تسعين جوهر وما في ولا تخفيض ولا اي شي ولازم سراحة يكون غالي المفروض يكون فلوس حقيقية وكذا لانه كثير بيجن يعني بيستاهل لانه شوفوا قايز يعني بيقدر يوقف وكثير شغلات اما طبعا انا شترت منه ثلاثة ولو متكو عملكوا عنه صحب كالعادة خبروني بالتعليقات انا حملكوا الصحب اما هذا هو الشكل تبعوه طبعا باول بيكون بس كده عنده بس رأس واحد اكيد عنا كل كانت عنده بس رأس واحد بس لكم طبعا لكم هذا متر عمرو بس سنه اوكي المهم الجماعة عشان نكبره لازم نعطني فيه لازم نعطني بي لازم نعطني بيهم ثلاثة اتون اكيد ما احد رازم بيهم ثلاثة اتون ويصير عموم خمسة بهذا الفيديو نفسه ان شاء الله نكبر بس هاد بس رح نشرح لقوم كيف شوفوا guys بحب هلو كيتي متوعا متوعا بلوب الاول وعندي كما بلوب ثاني وبلوب ثالي ايه ليش ما كبر عطيتوا يشرب بس ما صار معه ماذا يتحدث شوفوا guys بلوبات اللي عندي عندي واحد اثنين ثلاثة اوه هذا عمره اثنين هذا عمره اثنين والباقي كلهم عمره واحد لازم كلهم يصير عمرهم خمسة فهذا الشي سيأخذ قليل تقريبا نص ساعة او عشرين دقيق وش سي هيك فشو تعملوا بنصحكم تلعبوا اللعبة تبع بيتزا ووزعوا بيتزا وانتو معاكن الحيوان لانه guys الالعاب تخلي الحيوان يكبر يعني بيعطوكم نقاط سبع ال xp اللي بتحولوا لعمر تبع الحيوان اوه هذا الشي كثير رائع بس العبوا بيتزا يعني توزع بيتزا او اي لعبة انتو بتكون انا احس توزع بيتزا هي اسرع واحدة لانه بتوزعوا بيتزا على ثلاث اشخاص وبس خلص بتخلص اللعبة بيعطوكم xp xp هي النقاط اللي بتنجمع بالعمر تبع الحيوان اوه هذا الشي كثير كثير رائع اوه اوه يلا بينا يلا بينا يلا بينا طبعا يا جماعة الان وزع بيتزا وهذا اخر شخص ولاحظوا هون يا جماعة بيكبر الحيوان شايفين هنا عطوني شوين قاط خلينا عمل double prize ان شاء الله يكبر الحيوان علقت اللعبة اوه لا ما علقت ان شاء الله ماسكو علقت ليه الحيوان عمره واحد ترى عمره اثنين سأخرج للعبه اراحش بشكل لا اوهي خلينا اخرج طلعت لي يا جماعة اللعبة بعد ما انا طلعت ورجعت وريجعت دخلت طلعتني اوهما ما عليكم هالا القصة هاي كلها بس ليكو الحيوان بالاصل عمره سنتين ونص مو نص وربع وشي اسا اوهى هذا يا جماعة الشوء حام وارجع لعب هاي اللعبه هاي كثير مرات اوهذا احتأ له يحترى لعب البيتزا هل يمكنك أن تساعد بيزة؟ نعم يقولنا هالبتادر تساعدون يوزع بيتا؟ لدي لكم نصائح لكي تكبروا الحيوان بسرعة كنت عملت لكونا عن هذا الاشي فيديو رحوا شاهدوه اكتبوه باليوتيوب اسرع غيمر كيفية تتكبر حيوان رح يطلع لكم كثير فيديوهات هذا الحيوان كتمت حمسة عشان اشوف كيف رح يصير لما نقدر نركب عليه لما اصير نركب عليه رح اكيد ننزلكم فيديو فيديو اصير شورت او اشي زي هيك عن شكله وكذا لانه هو حيصير عنده ارجل حيصير كبير كيف حيصير يتحرق وكذا فبليكم في حدا كما تعني عنده هذا الحيوان بلوغ اما مع فكري انا كيف حصلت عليها اكيد بس اشتريته بجواهر يعني عشو ما تسأل بتاعيات كيف حصلت عليها اشتريته بجواهري عندي ست الاف جوهارة من بده اتبرع له والله ياريت لو كان فينا نقدر نعطي الناس جواهر لانه يعطينا كودات بكل شهر اللي بنشاركها مع متعبعينا هذا الشهر كما شاركت معكم كود سو مثلا لو كل شهر اخدتوا الكود و اللي بعطيكم تبع جواهر رح تكون عندكم هلأ تسعين جواهر عشان تشتروا سراحة كثير من نصحكم عشان تشتروا هذا الحيوان لانه بعد مدة كثير طويلة بعد مدة رح يصير هذا الحيوان النادر و اي حدا عنده رح يقول او مي جود عندي حيوان بلاب و كذا و رح تقول او مي جود يعني رأيتني شاركته لما كان بس بتسعين جوهره لانه بعدين بيقدروا يجعلوا التمن تباعه غالي اكثر و شوفوا عفقة الشكل لما بيكبر هذا هو اللونه ازرع سراحة كيوت يبس كمان بروع بنفس الوقت فبعد قلز ما تخلصوا الخطوات له الأدب وترجئكم انو تلعبوا هاي الألعاب كثير مرات سيصير حيوان عمره خمسة اجيبوا الحيوان التاني كمان عموا نفس الخطوات لم يصر عمره خمسة الحيوان الثالث كمان بعد ما يصير تلاتة همر ثلاثة همر عندهن عمر حجوان اوه خدوهن تلاتتهن على المحل تبع الحيوانات وبعدين يجمع ادمجوهن مع بعض لين ما يصير عندكن حيوان ينقب بكل بساطة فى يب اما بس هكذا اخلص هالفديو حبيت احكي عن هاد الحيوان وكذا عفكر لما يحتاج يستحم او اي اشي تعالوا هون اعطوه مو هون يعني بالضبط بس يعني لو انتو مخصصين لحيوانكم مكان برى البيت فاعطوه لو داخل البيت عندكن اثار مو بتعفوهن الاغراض او الاثار اللي بتخلين نعتني بالحيوانة الاليفة النام والشرب والاكل والاستحمام هاي اشياء المهمة ولما عندكن هاي اشياء بتكن يعني بتعتنو به بمجان خدوهن على المحل تبع الحيوانة الاليفة موجودة اشياء بمجان لقوهن هلا يكبر اوه صار كبير ماشاء الله صراحة عندي فضول عشان نشوف كيف بيتمشى وهو كذا كبير وعنده ارجل يعني سو اخلي قعز نشوف هلا عمره بس ثلاثة او ماي جود زي انسان واو عن جد فضائي امام بصر عمره خمسة رح يصير اطول من هيك سو رح يصير مرعب شوي بس كمان كيوت امام هيك قايز رح يخلص هذا الفيديو بتمانيكم عاجبكم لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناعاتكم وحطوا لايك الفيديو بس بحبكم كثير و باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة